بجدة الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير أو فقرتنا النهاردة على مستوى الأداء التحليلي لفريق فيتا كلاب ودايما بيسعدنا وبيشرفنا دايما وجود الدكتور أحمد ثابت هنتكلم على فيتا كلاب كشخصية فريق وننتكلمش عليه في مباراة بس المريخ لكن نتكلم عليه كأداء على المستوى الجماعي على المستوى الفردي كمان مهم جدا نتعرف من الدكتور أحمد على شخصية المدرب تنعكس بشكل كبير جدا على أداء الفريق كل دوت من خلال إن شاء الله يكون فقرة ممعيزة معك دكتور أحمد بنرحب بيك في البيت الكبير أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بجمالي النادي الأهلي وبالتوفيق بإذن الله النادي الأهلي في المباراة الجاية بالتأكيد يعني مباراة تكون صعبة يعني طيب قبل ما نخش في الأرقام والتحليل رؤيتك كده سريعا عن المباراة اللي جاية أدئين مباراة دي مهمة للنادي الأهلي أدئين كمان إن طموحات أكيد النادي الأهلي الوصول لصدارة المجموعة والوصول لدور التمانية شايفها إزاي في الإطار الفني يعني إجماليا قبل ما نخش طبعا في التحليل الفني والأرقام بالتأكيد طبعا أي مباراة همة جدا للنادي الأهلي الله خلاف إن إحنا عندنا ثلاث مباراة على ملعبنا لازم نكسبهم في المجموعة دي بالزات دايما كمان في مباراة دور المجموعات إحنا دايما بناخد بطولة أفريقيا عشان تاخد بطولة أفريقيا بتتخذ على مراحل أول حاجة المرحلة اللي هي قبل دور المجموعات بعد كده مرحلة دور المجموعات بعد كده المراحل اللي هي النك قود مرحلة دور المجموعات ده ما فيش كلاف إن إنت لازم تكسب التلات مباراة اللي على ملعبك لازم يبقى فيه تسع نكات بتحصل عليه صحيح وبعد كده بتحاول ان انت تكسب مباراة برا ملعبك عشان تبقى 12 وتسعد او تتعادل مثلا ايه في التلات مبارات او تتعادل مباراتين عشان تبعد خالص عن حزبة بيرما والكلام لكن لا خلاف ان انت طبعا المباراة اللي على ملعبك كمان صعوبة المباراة من النتائج اللي حصلت في الجولة التانية الجولة التانية فوز فيتا كلوب على المريخ اربعة واحد خلى فيتا عنده تلات نقط والنادي الاهلي تلات نقط وطبعا سيمبا عنده ستة فالنهار ده المباراة دي طبعا مباراة صعبة جدا او مباراة تعتبر همة جدا جدا في مشوار النادي الاهلي نفتكر برضو مشوار السنة اللي فاتت كان نفس المشوار مش معنى برضو ان انت خسرت من سيمبا ان لأ يعني ان الامور تبقى اه نفس الكلام ده حصل على فكرة النادي الاهلي دايما في دور المجموعات بيبقى كده بيبقى مشواره كده ودايما مشوار البطل بيبدأ بالتدريج مستوى بيزيد اثناء البطولة ده دايما النادي الاهلي يعني لكن دايما النادي الاهلي برضو على ملعبه ما عودنا ان هو بياخد التسع نقاط على ملعبه ان شاء الله زي ما خدنا من المريخ ان شاء الله تلت نقاط ان شاء الله يوم الزفت كمان طب خلينيه زي ما بتكلم نبدأ بتحليل فيتا كلاب ودايما انا بشوف ان الشخصية المدرب بتنعكس على الاداء الفني للعيبة بشكل كبير جدا فابنجيه طبعا المدرب مدرب فيتا كلاب تعرفنا من خلال ارقامه الاجمالية من خلال شخصيته نقيم الاول فيتا كلاب من خلال المدير الفني يمكن ابنجيه هو قريب شوية من المسيماني مع سانداونز نفس فكرة المسيماني مع سانداونز اللي هو قاعد معهم فترة طويلة قوي المسيماني برضو كان قاعد فترة طويلة مع سانداونز في استقرار فني واستقرار اداري ان هما بيجيبوا مدرب ابنجيه نفس الكلام من 2012 ماسك فيتا كلوب. عنده مشروع يعني. اه عنده مشروع. نفس الفكرة بالزبط بتاعت موسيماني. كان ماسك كمان منتخب الكونغو. من الفين ومنتخب الكونغو. كان ماسكهم من الفين واربعتاشر ل الفين وتسعتاشر. في نفس الوقت مع فيتا. فعنده خبرات افريقية كبيرة جدا. ان هو يمسك منتخب ونادي. ودليل كمان ان في الكونغو الديمقراطية بيعتمدوا عليه وبيسكوا فيه جدا. مدرب كواس جدا. يمكن هو يعني لو استعرضنا ارقامه في البطولات الافريقية مع فيتا. قدامنا الارقام هي. لعب 53 مباراة في البطولات الافريقية. سواء دوري ابطال افريقية او الكونفدرالية. كسب 23. 23 من كام من 53. يعني نسبة الفوز عنده 43.4 من 10. يعني نسبة كويسة. اكيد. التعادل 16 مباراة. خسر كام مباراة. 14 مباراة بس. من 53. طيب بالنسبة لمعدل الاهداف. احراز الاهداف 78 هدف. 78 هدف بمعدل هدف ونصف المباراة الوحدة. دليل انه هو عنده دايما فكر هجومي. عنده شراسة هجومية. لاستقبال الاهداف 50. ده دليل دايما انه برضو بيستقبل يعني تقريبا هدف كل مباراة. دليل انه عندهم مشاكل. ناخد برضو نطلع من خلال الارقام دي. عسن السادة المشاهدين برضو يتابعوا معنا. شخصية المدرب تنعكس على شخصية الفريق. وبالتالي من الارقام ديت ان بيلعب كرة هجومية. بيلعب كرة هجوم. مدرب هجومي هو قريب جدا من فكر موسيماني. ويعني يمكن طريقته المفضلة كمان اربعة واحد اربعة واحد. حتى مع فيتا بقاله اربع او كمس سنين هو بغيرها في السنة الاخيرة شوية اربعة اتنين ثلاثة واحد احيانا. ولكن طريقته المفضلة اربعة واحد اربعة واحد فكره هجومي بيعتمد دايما على السرعات قدام والاجمات المرتدة. وبييجي دايما على حساب الدفاع. دايما في فكره. لكن طبعا المدرب محترم جدا وعنده استقرار ويمكن هو برضو. اه هو قابل موسيماني قبل كده. يعني لو معنا صورة اللي هم كانوا قابلوا بعد قبل كده في ابريل الفين وستاشر لما موسيماني كان بيدرب ساندوونز. ابنجي تفوق على موسيماني في مباراة وموسيماني يتفوق عليه في مباراة. يمكن فيتا فاز على ساندوونز واحد سفر في ملعبه. وساندوونز كسب فيتا اتنين واحد في ساندوونز. فازا في نتائج قريبة. نتائج قريبة. حتى برضو نتائج قريبة مع النادي الاهلي. هو قابل النادي الاهلي قابل كده كان معنا في دور المجموعات. اه دي الصورة اللي بتتكلم عليه. اه. طبعا ده ده كانت في سنة الابريل الفين وستاشر. هم تقابلوا مع بعض طبعا موسيماني لما كان ماسك سانداونز وابنجي مع آآ فيتا كلوب. برضو ارقامه قدام النادي الاهلي هو قابل النادي الاهلي مباراتين. سنة الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر لما كنا برضو معهم في دور المجموعات على ملعبنا احنا كسبنا 2-0 في القاهرة هنا وهم هناك يكسبونا 1-0 اذا الارقام بتقول انه على ملعبه بيكسب كل المتشاط وبره ملعبه بيخسر فدي برضو معلومة او رقم لازم نبص عليه بجانب الرقم الهجومي انه عنده اهداف 1.5 في كل مباراة ده رقم كبير لكن على مستوى كمان الدفاع انه دخل مرمى من 53 مباراة دخل 50 هدف ده اكد ان فيه دايما الطريقة بتاعته الهجومية وعنده صغرات دفاعية صحيح برضو ارقامه في الدور السندي ماشي بشكل كويس يمكن هو عندهم ماتش مؤجل لو كسبوه يتصدروا الدور الكنغولي يعني هو في الوقت في الصدر مازمبي ب36 نقطة فيتا التاني ب35 نقطة وليه ماتش مؤجل لو كسب هيتصدر بفرق النقطتين فاذا فيتا السندي ماشي بشكل كويس دايما مازمبي هو اللي بيبقى متصدر الدوري السندي فيتا ماشي بشكل كويس وخاصة كمان ان انت صعوبة المباراة دي انهاية لازم تكسب ليه لان انت راح لهم على ملعبهم في ملعب الشهداء في كينشاسة ملعب صعب من اصعب الملعب في افريقيا ملعب فيتا كلوب على ملعبه وبالتالي انت لازم بإذن الله ان شاء الله تحصل على السلاث نقاط لازم يكون في تركيز ويكون في ان شاء الله دي مباراة مش مستحملة وما زي ما بيقوله لا تقبل قسمة على اثنين وبالتالي ان شاء الله يعني النادي الاهلي عارف دوت واللعيبة والجهاز الفني دي شخصية المدرب وبتنعكس اكيد على شخصية الفريق بشكل كبير جدا